طيب عبدالله السعيد تحديداً رجل داخل 37 سنة مستوى رائع مازال هو من الأفضل في مصر اللي لم يكن الأفضل بيأدي مستويات مدهشة دايماً هو محوى الأداء في الإيته طول الوقت حال عبدالله السعيد يا فنة طيب لا عشان محافظ على نفسه يعني عبدالله مهم أقول لك برضو كريم لأ ما أنا عايزك تقول لي عشان الناس تعرف إزاي عبدالله وصل لحد 7-8 سنة عبدالله محافظ على نفسه جداً عبدالله أول واحد في اللعيبة بص بقى بعيد عن كل دولة يعني هو وشريف يعشان بس ما أنه أول واحد بيبقى موجود في الملعب قبل التمرين ويوقف يشتغل الشغل بتاعه اللي بيشتغله قبل التمرين بيخلص تمرين بتاعه عارف بعد التمرين هيروح ينزل السشفة بتاعه ويشتغل الشغل بتاعه عارف الأكل اللي هو بيأكله عبدالله ما بتقولهش اعمل حاجة يعني عبدالله من اللعيبة اللي ما تقولهش اعمل حاجة خالص التمرين يا كريم ما تسمعش صوته والله يا كريم ما تسمع صوته بيشتغل بس تتقطع بقى منه الكورة وحد يخبطه هو يخبط حد لا زعيق ولا أخناء ولا أنا كابتن ولا كلام دكول ولا بقولك ما تسمعش صوته العيب عايز تمرن فحاجة من الحاجات اللي انت تبقى مبسوط وانت بتشوف اللعيبة دي أنا بقولك ساعات كنت بقى خايف في التمرين التمرين موت يعني عارف انت ايه دخلت اللعيب يقوم وسلموا على بعض وقوموا بعض مفيش كلمة مفيش حد بيفتح بس بيتمرنوا فدي الحاجات اللي توريلك ان دي فرق فعلا عبدالله السعيد فنيا بقى في جملة شهيرة اللي هي عبدالله السعيد منوش بديل عبدالله السعيد لو أنا cybersecurity مش شرط ما يكونش بديل ممكن يبقى فيه بديل بس مش اسلوب عبدالله السعيد مش اسلوبوا بس عبدالله السعيد فعلا أسلوبه مميز طريقته شغله الفني في الملحب أنا لمتخيل لو أنا كريم المدرب في الملحب اقتور معى عبدالله السعيد بإياملأ كل المسحات بتحرك كويس عنده كل المهارات بيصوب بيمرر بيشوت بيدافع بيهايب بيعمل كل حاجة عبدالله فنيا بقى كاكيمة أنا عبدالله بطبسط لما بيستلم الكرة أيوة بس دي رقم واحد هو بيستلم الكرة ازاي بيوسع لنفسه ازاي فدي حاجة بصة يا كريم دي بداية الشغل كله فيه لعيبة بتروح تستلم في الحتة اللي تلاقي نفسك انت أصلا هو بيستلم بجسمه أصلا غلط وبيستلم في حتة دي يقفى الضغط عليه بالكرة ويقولك سعيدة قصة اللاقب يعيني مزنوع عبدالله وسهل عبدالله سهل كمان ما أنا بقولك بقيد ما هو الزكاء ده اللي هو ايه انك انت تلعب السهل اللي هو أصعب حاجة في الكرة ما فيش حد يقدر يعمل اللي هو بيعمله ده صعب جدا انه يقدر يستلم زي وبيعدل جسمه ولما بيعدل جسمه خلاص عبدالله بيبقى شايف الملعب حتى لو عكس عكس اتجاه جسمه هو شايف لأنه أرى اللعبة كلها عشان كده احنا بنقولي اللعبة ايه خد لقطة يعني ايه وانت بتستلم ايخد لقطة للملعب وبعدين نلعب اللعبة اللي في دماغك بس المهم انك تاخد المشهد نفسه بتاع اللعب عشان تقدر تاخد الخرار الصح بس ده امكانيات عشان كده مختلف احنا بنعاني في الكرة المصرية اشهر جملة بتتقال ايه وانتو ما شاء الله يعني اسلوب كنتو مختلف مع كابت نعب جلال انه احنا عندنا مشكلة في هنا اللعب من ورا انو اللعيب عشان ياخد الكرة اللعب اللي هو زي عبدالله السيد ده اللي ياخد الكرة وهين اللعب القدام ده بقى مش موجود يمي يستلم بظهره ويبقى مش عارف ياخد يوسع المساحة رؤيا بقى كريم رؤيا دلوقتي بقى ضعيفة جدا